ثمن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ألنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الجهود الدولية المشتركة بين وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في القيادة العامة لشرطة دبي ووكالة الشرطة الأوروبية اليوروكول ودول إسبانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية التي ساهمت في إنجاح عملية ضوء الصحراء وأسفرت عن الإطاحة بأربعة وتسعين مطلوبا ينتمون إلى عصابة دولية ضالعة في تنفيذ جرائم غسل الأموال وتهريب المخدرات دوليا وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ألنهيان أن العملية تأتي في إطار التعاون الدولي للمساهمة في مكافحة جرائم غسل الأموال والإتجار بالمخدرات العابرة للحدود الوطنية مشددا على حرص دولة الإمارات على تطوير العلاقات العميقة مع مختلف الأجهزة الشرطية عالميا للتصدي للجريمة المنظمة في كل مكان وجعل العالم مكانا ينعم فيه الجميع بالأمن